كما استعرضنا القضايا المطروحة على الساحة العربية مؤكدين على أهمية دعم العمل العربي المشترك والحفاظ على الأمن القوم العربي وحماية وحدة أراضي وسلامة واستقلالية الدول العربية وتعزيز مفهوم الدولة الوطنية ورفض كافة محاولات التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للدول العربية وقد أكدنا على أهمية مواصلة الجهود العربية من أجل دعم القضية الفلسطينية كونها القضية المحورية للعالم العربي وضرورة بزل الجهود لتطبيق مبدأ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية كما تنولنا أنا وأخي الرئيس قيس سعيد تطورات الأزمة الليبية وأكدنا على ضرورة تفعيل الدور العربي إزاء هذه الأزمة ورحبنا بما تم التواصل إليه مؤخرا من تشكيل السلطة التنفيذية في ليبيا وأكدنا على استعدادنا لتخديم كافة أشكال الدعم لها بما يمكنها من أداء دورها في إدارة المرحلة الانتقالية وعقد الانتخابات في موعدها المقرر نهاية العام الجاري وإنهاء التدخلات الخارجية وحروق كافة القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين والإرهابيين الأجانب من ليبيا بما يضمن استعادتها لاستقرارها الكامل والمنشود ويسون سيادتها واحدة أراضيها ومقدرات الشعب الليبي الشقيق ومن جانب آخر تم تداول قضية الأمن الماء المصري كونه جزءا من الأمن القوم العربي والتأكيد على ضرورة الحفاظ على الحقوق المائية لمصر باعتبارها قضية مصيرية وثمن أخي الرئيس من جانبه الجهود التي تبزلها مصر للتوصل إلى اتفاق عادل وشامل بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة كذلك تناولنا أفاق العمل المشترك على الساحة الإفريقية وكيفية دعم العمل الإفريقي في زور الدور المهم الذي تلعبه كل من مصر وتونس في هذا الشأن فخامة الرئيس قيد سعيد لقد أسعدني لقاءكم اليوم كما نثمن الدور الذي تقوم به تونس باعتبارها العضو العربي في مجلس الأمن وما تبزله من جهود لدعم القضايا العربية وما تبزله من جهود لدعم القضايا العربية وإنني أتطلع إلى المزيد من التعاون الوثيق بين بلدينا ترجمة نانسي قنقر